اشتركوا في القناة ومن اخراج ندين خان اللي كانت اخراجت لنا قبل كده مسلسل مين قال وي مسلسل سابع جار المسلسل من بطولة احمد داش وعسام عمر وصابرين وبسمة ورشد الشامي وميل غيتي ومحسن منصور وجوري بكر مسلسل مصار اجباري هو من المسلسلات الجميلة جدا والممتازة جدا واللي كانت بالنسبة لي unexpected جدا في الموسم بتاع رمضان انا بصراحة اتبهرت جدا من المسلسل ده وعجبني جدا المسلسل ده من حاجات كتيرة عجبني اخراجيا وعجبني كسكريبت وايز وعجبني كمان الاداء التمثيلي سواء الاحمد داش او عسام عمر ومش هما الاتنين بس ده كمان حتى الامهات يعني بسمة وصابرين مسار اجباري هو بجد من المسلسلات اللي بجد حي في الدراما السنة دي كانت مفاجأة زي بالزبط الحالة اللي فاتت بتاعتنا لمسلسل بابا جيه اللي هو كان مفاجأة بالنسبة لي رهيبة جدا في الجانر الكوميدي مسار اجباري بالنسبة لي على الاقل كان مفاجأة في الجانر الدراما توقعتش بصراحة على قد ما انا بحبه احمد داش وعسام عمر بس ما توقعتش خلص المسلسل ممكن يبقى بالبوتانشل دي بس برضو مسلسل ده من الحاجات او من عيوب المسلسل ده على قد ما احنا ذكرنا حاجات positive او حاجات ايجابية كتيرة في المسلسل بس على قد برضو ان كان في حاجات كتيرة جدا negative حسيت يعني المسلسل ده على قد ما هو 15 حلقة بس للأسف وقع في فخ مط كبير جدا 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 في اخر مثلا تقدر تقول اخر اربع خمس حلات وده يعني بصوا مصار اجباري على قد ما هو مسلسل حلو جدا بس انا شايف بنوجة نظري مسلسل زي ده كان ممكن يخلص مثلا اخره 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 كان ممكن يخلص في 7 حلقات او 8 حلقات ده اخره لكن فكرة ان انت تعمل مسلسل 15 حلقة وبرضو بتمت في الاحداث ده بصراحة بيبقى شيء صعب جدا يعني بجد مسلسل 15 حلقة وبرضو بتمت في الاحداث ومش كده بس ده حتى كمان مع مروري الاحداث في الحلقات اللي في الاخر خالص يعني في اخر الحلقات بتاعت المسلسل عملين يعيدوا يزيدوا نفس الكلام وعمالين يعيدوا يزيدوا نفس الـ situations بتحصل ما بين عصام عمر او ما بين علي وما بين المحامي اللي هو المرتشي اللي هو اسمه حشيش ولا كان اسمه مش عارف اسمه مجدي حشيش فبجد يعني حاجات كتيرة جدا المسلسل ده كان ممكن يطلع منها ان هو يبقى احسن من كده كمان انا مش بقول ان هو مسلسل وحش بالعكس مسلسل حلو جدا وحتى يعني انا عكس الناس في ناس كان بتقول بداية رتم المسلسل كانت وحشة وكانت بطيقة وكانت مملة بالعكس انا شايف ان بداية المسلسل يعني حتى اللي كانت حلوة جدا سواء من عيلة حسين او من عيلة علي سواء الام هنا او الام هنا واحدة واحدة بطيقنا نشوف الاحداث بتاعت المسلسل كانت حلوة جدا وبدايتها كانت قوية جدا بس انا بقى عكس الناس اواخر الحلقات بتاعت المسلسل ما كانتش احسن حاجة خالص كانت ممكن تبقى احسن من كده او على الاقل كانوا ممكن يقللوا الحلقات بتاعت المسلسل انا كد انا زي ما كنت لسه بقول انا شايف من وجهة نظري مسلسل ده كان ممكن اخروا يتعمل سبع حلات او تمان حلات بس طبعا في الاول وفي الاخر برافو جدا اللي اختار احمد داش وبرافو جدا اللي اختار عصام عمر في الدورين دول انا بصراحة اتبسطت جدا جدا من الكامستري اللي ما بينهم هما الاتنين وكانوا انا بصراحة يعني يعني انا ما توقعتش تماما ان ممكن احمد داش يليق كامستري يليق مع عصام عمر بصراحة بس لأ الاتنين عاملين يعني دويته جامد جدا في المسلسل وانا يعني معرفش ليه بس انا حاسس ان انا لسه عايز اشوفهم اكتر واكتر بخصوصا عصام عمر دوره في المسلسل ده كان حلو جدا وتوقع ان هو بجد حقيقة حيبقى واحد من الممثلين التقال زي طاهة سوقي مثلا في الكاميدي وعصام عمر حيبقى تقيل جدا في الدراما يعني ممكن نديله مثلا ست سبعة سنين كمان ممكن يبقى واحد من اهم الممثلين الموجودين في السينما تقييمي ليه مسلسل مصار اكباري هو سبعة ونص سنين عشر مسلسل اللي احنا عايزين نتكلم عنه دلوقتي وهو اخر مسلسل معانا وهو مسلسل لحظة غضب المسلسل من تقاليه في مهابطارة ومن اخراج عبدالعزيز النجار اللي كان اخرج لنا قبل كده مسلسل حالاخص المسلسل لحظة غضب هو اخر مسلسل اضافي القائمة بتاعتنا على هوم سينما وكان اكتر مسلسل حقيقي كنت باستنى حلقته حلقة بحلقة كل يوم لانه بجد كان بيقفل بطريقة كليف هانجينج بطريقة رهيبة يعني الاداء التمثيلي بتاع سبعة مبارك مستفزة وتوكسيج بطريقة رهيبة الاداءات التمثيلية اللي معاها في المسلسل ده بصراحة ما كانتش افضل حاجة سواء محمد شهين او سواء صارة عبدالرحمن او صفوة او ريم خوري او كل النجوم اللي كانوا معا سبا مبارك يعني انا للأسف ما عجبونيش يعني انا اداءهم التمثيلي انا صراحة ما عجبونيش وبرضو في حاجات كتيرة جدا 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 في المسلسل ده انا من وجهة نظري شايف ما كانتش لها اي 30 لازمة يعني 15 حلقة انا ما عنديش مشكلة ما كانتش فيه مط يعني انا بالنسبة لي في 15 حلقة ما كانتش فيه مط بس كان فيه حاجات فيه المسلسل نفسه ما كانش ليه اي لازمة يعني علاقة مرات محمد شهين او مصطفى مصطفى الفولي يعني مراته ما كانش ليه اي لازمة الخط اللي هو بتحب دكتور تاني والكلام ده كله انا شايف من وجهة نظري الخط ده ما كانش ليه اي 30 لازمة في الحياة وبعد كده الخط يعني فيه خط برضو كده مش عزي اتكلم فيه اوه عشان بقاش يعني فيه حرق الاحداث يعني والخط برضو بصراحة بتاع علي اسم ما كانش ليه اي لازمة انا برضو شايف من وجهة نظري يعني استتقلته جدا يعني حسيت اكتر يعني ايه اللي ممكن يحصل فيه يعني حتى يعني معرفش يعني الحد دلوقتي انا مش هادر اتخطى النهاية بتاعت المسلسل ده النهاية بتاعت المسلسل كان حلو جدا وماشي حلو جدا نهاية المسلسل بصراحة مش افيلة نهاية المسلسل بصراحة غريبة فشخ نهاية المسلسل او اخر حلقة المسلسل انا مشوفتش مسلسل واحد وعشرين ديئة مثلا وعشرين وعشرين ديئة ده جد وحرفيا اخر الحلقة انا كنت حاطت expectation للمسلسل ده يعني رهيبة حاطت expectation رهيبة ولما ابتدت اتفرج على المسلسل لان المسلسل ده انا على فكرة ما كنت شفته من اول رمضان فانا كنت وصلت اللي هو عشر رمضان او حداشر رمضان فتقريبا انا كنت ااخد العشر حداشر يعني خدت العشر حلقات او الاحداشر حلقة او ارى بعد حرفيا من كتر من المسلسل كان جامد فاشل جا في اخر حاجة جا في اخر حلقة يعني هبله الدنيا بطريقة يعني فوق الوصف هبله الدنيا بطريقة رهيبة يعني حاسيت ان المسلسل مش الكاروت ده اللي هو شقل بوجري عارفين انت شو جري اللي هو بتاع الراجل ده هو بتاع اتيتي منتو اتيان دي هارتي هو ده بقى ده اللي حصل بالزبط بقى في المسلسل ده في النهاية يعني جم كرويتو المسلسل في النهاية اللي هو يلا يابا عندنا تصوير اخر حلقة خمستاشر حلقة وبتاع يلا بينا اخر حلقة دي كرويتوها وحصل اللي حصل يا مش كنت لسه ححرق فحصل اللي حصل في يلا يابا افل المسلسل اللي كنت حطت رهيبة مش عايز اقول ايه برضو الحاجة بس يعني لان في ناس كتيرة جدا فكرت زي ما انا كنت عايز اقول ان هي في حاجة يعني في العيد الميلاد ده حاجة مش عايز اقول ايه يا لان برضو في ناس كتوقعت زي لان انا توقعت وانا انا توقعت لانا قلت ده في الحلقة التانية مع اخر حاجة باخرة في الحلقة ما فيش اي حاجة ماللنا توقعت اه طلعت صح ومسلسل افل افلى اللي هو يلا يابا عايزيني افل المسلسل هو هو بصراحة المسلسل في الاخر حلقة ايه اللي حصل معها يعني الاجراء اللي اتخد ضدها ده بس انا حطين تانية حانا توقعنا حاجة تانية خالص يعني جاسة ضمن المسلسل كده باخر المسلسل اللي ما خلص يعني ما عرفش حاسيت ان الحلقة الاخيرة دي برعاية الاستاذة ردوى الشربيني يعني ده انا شايف من وجود نظري فانا توقعت ان المسلسل كان ممكن يبقى احسن من كده بكتير في النهاية خصوصا ان كل حلقة بتطلع بجد حقيقة كانت عندي اعلى واعلى فتمنيت ان المسلسل ده بس بصراحة هي سبب مبارك شادت المسلسل بكل تأكيد بس انا حاسيت ان المسلسل ده كان ممكن يبقى في اخر الحلقة كانت ممكن تبقى حاجة تانية خلص تقيم لي مسلسل لحظة غضب هو ستة ونص ونص عشر بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن مسلسل لحظة غضب انتمنى الحلقة اكون عجبتك وانشال روشو في ديها تانية ورائب متسلوش تعملوا ليش تعملوا ليش تعملوا ليش تشاركيب للشانل زي تانية اسمها هومالون وتيكتو هاسبولوك في الديسكريبشن ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام برضو عصبه لكل لينك في الديسكريبشن وبوي بوي